السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم على قناتكم قناة سوبروان التعليمية اليوم لدينا اختبار الفصل الثالث في مدى التربية المدنية للسنة الخامس ابتدائي سأترك لكم هذا النموذج جهاز التباعة في صندوق الوصف على شكل صور وعلى شكل pdf قبل هذا أردت الإشارة إلى كتب رائعة جدا وهي كتب السلسلة المستقبلي الغنية عن التعريف إذن لدينا اختبارات فصلية للسنة الأولى ابتدائي نماذج رائعة جدا في كل المواد في جميع المواد خاصة بالفصل أول فصل الثاني الفصل الثالث في وسط كل كتاب نجد كتيب فيه كل حلول هذه النماذج إذن لدينا السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة في السنة الثالثة نجد حتى كتب أو نماذج اللغة الإنجليزية الخاصة بهذه السنة حسب برنامج وزارة التربية الوطنية أيضا لدينا السنة الرابعة اختبارات رائعة مع كتيب لحلول كل الأنشطة أيضا السنة الخامسة ابتدائي نجد جميع المواد للفصل الثالثة قلنا في وسط كل كتاب نجد كتيب في كل حلول الأنشطة بالتفصيل أيضا نجد كتب دراسية موجودة تحضيرا للسنة القادمة إن شاء الله إذن هذه الكتب خاصة بالسنوات الابتدائي من السنة الأولى إلى غاية السنة الخامسة ابتدائي في جميع المواد تجدونها بجميع المكتبات عبر ربوع الوطن ولمن تعذر عليه ذلك يمكنكم الحصول عليه عن طريق خدمة توصيل إلى غاية باب المنزل بالضغط على الرابط الموجود في صندوق الوصف ولمزيد من الإسفلسالات يمكنكم الاتصال بخدمة العملاء على الرقم الواضح في الصورة إذن نبدأ بالتمنين الأول قال اربط بين نوع الانتخاب ومكان إجرائه لدينا انتخاب رئيس الجمهورية انتخاب موثل العمال انتخاب موثل الحي اختيار أعضاء المجلس الشعبي البلدي في كامل البلدية في كامل التراب الوطني في الأحياء السكنية في المعامل والمصانع إذن انتخاب رئيس الجمهورية يكون في كامل التراب الوطني إذن انتخاب رئيس الجمهورية يكون في كامل التراب الوطني ثم اختيار ممثل العمال إذن نقول العمال معناه في المعامل والمصانع ثم اختيار ممثل الحي يكون في الأحياء السكنية ثم اختيار أعضاء المجلس الشعبي البلدي معناه في كامل البلدية في كامل البلدية ثم مع أتمنين ثاني قال يعتبر المجلس الشعبي البلدي من بين المجالس المنتخبة قال أذكر بعض مهامه ما هي مهام المجلس الشعبي البلدي إذن من مهامه تسيير شؤون البلدية أيضا الصهر على مصالح السكان أيضا اختراح مشاريع تنمية أيضا إعداد المخطط السنوي للبلدية أيضا تحضير الميزانية السنوية والتصويت عليها إذن من بين مهامه تسيير شؤون البلدية تسيير شؤون البلدية أيضا قلنا الصهر على مصالح السكان الصهر على مصالح السكان أيضا اختراح مشاريع تنموية اختراح مشاريع تنموية أيضا تحضير الميزانية السنوية تحضير الميزانية السنوية أيضا اعداد المخطط التنموي للبلدية إذن ثم الثالث قال أكمل بصحيح أو خطأ الزي الرسمي للدرك الوطني لونه أزرق لا الزي الرسمي للدرك الوطني لونه أخضر إذن خطأ المواطنون لا يحترمون الشرطة لا يجب أن نحترم الشرطة إذن خطأ ثم يجب التبليغ عن الأشخاص المخالفين للقانون نعم صحيح تتدخل الشرطة بسرعة لإخماد الحرائق لا الحماية المدنية هي من تتدخل لإخماد الحرائق إذن خطأ الحماية المدنية جهاز تابع لوزارة الدفاع الوطني لا الحماية المدنية جهاز تابع لوزارة الداخلية وليس وزارة الدفاع الوطني إذن خطأ ثم مع الثمانين الرابع قال وأنت تتابع الأخبار سمعت حديثا عن التحذير لحدث مهم وهو الانتخابات الرئاسية في فقرة قصرة قال ماذا نقصد بالانتخاب وما هي مراحل هذه العملية إذن الانتخاب قلنا هو عملية إجرائية للتعبير عن الرأي واختيار الأشخاص القادرين على تحمل المسؤولية ويجرى هذا بشكل سري أو برفع الأيدي حسب طبيعة الانتخاب قلنا مراحل هذه العملية وهي ستة مراحل المرحل الأولى وهي قيد الناخبين ثم الحملات الانتخابية للمرشحين ثم عملية الاقتراع أو عملية الانتخاب ثم عملية الفرز ثم إعلان النتائج إذن نكتب الانتخاب عملية إجرائية للتعبير عن الرأي واختيار الأشخاص القادرين على تحمل المسؤولية تمر هذه العملية بمراحل عديدة تبدأ بقيد الناخبين ثم تسجيل المرشحين ويبدأ المرشحون في حملاتهم الانتخابية إلى غاية عملية الاقتراع بعدها تتم عملية الفرز فإعلان النتائج إلى هنا يكون خلاص معنا الفيديو تعنا لنهى اليوم أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته